أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تقوم بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والزيارات للمستثمرين الأجانب بشكل دوري وذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحديات عالمية جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري العماني بحضور ممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان وتتضمن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان زيارات ميدانية لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لتعريف الوفد العمانية بمزايا الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والفرص المتاحة على أرض الواقع